اشتركوا في القناة طبعا اليوم في همساتنا رح نتكلم عن موضوع وايد حلو وموضوع اتوقع ايضا نحن حابين نعرف فيه اكثر واللي هو الطاقة السلبية والشخصيات السلبية اللي ممكن نحن نتعامل معها بشكل يومي دائما نحن يوم بنتعامل معنا الشخصيات اما ناخذ منهم طاقة ايجابية او حتى طاقة سلبية الطاقة الايجابية يعني من الطاقات الحلوة اللي ما رح نتكلم عنها فنركز اليوم في حلقتنا من همسات على الطاقة السلبية والشخصيات السلبية اللي دائماً ممكن يأثرون علينا وعلى حياتنا فبالبداية بنعرف الشخصيات السلبية شو ممكن الكلمات نعطيهم؟ ممكن نقول أن الأشخاص السلبيين هم اللي يسحبون طاقتك اللي موجودة فيك ويدفعون دائماً أن تكونين للإنحدار أو للشؤم صح هذا هو بالنسبة للشخصية السلبية والطاقة السلبية لكن نحن مجبرين أحياناً بأن نحن نتعامل مع كل الشخصيات في الأسرة في العمل أو حتى في حياتنا اليومية كيف الواحد يمرن نفسه ويعود نفسه أنه مهما يتطاقات سلبية وأثروا عليه بطريقة سلبية أنه يحط مثل الحد وما يخليها الأشياء السلبية تأثر عليه فتوقع هذا مجهود شخصي ولازم كل واحد يعرف بعض المفاتيح أو بعض النقاط التي من خلالها يتعامل مع هذه الأشياء ويحولها قد ما يقدر إلى أشياء إيجابية فكيف يكون هذا التعامل نزيل نحن طبعاً لازم نتكيف مع كل الأشخاص أو الأنماط الشخصيات التي حولنا طبعاً لا نستطيع أن نقول لأحد لا تكلمنا أو لا تلجأ لنا أو مثلاً بين أصدقاء أن أحد معزول عن الآخر هذا التصرف طبعاً مبصحيح فهذه الأشخاص موجودين ومحيطين فينا في كل مكان لكن الشطارة أو الذكاء يقولون اللي يقدر أن كيف يحتويقها ويسيطر عليهم طبعاً في البداية لازم يفهم سبب سلبيتهم هناك كثير من الأسباب لموجودة تأديل سلبيتهم سواء كان في البيت أو في العمل أو حتى في الأصدقاء الخارجيين أبسط شيء يعني يمكن نقول أكثر شيء نواجهة يمكن الأشخاص السلبية نحن بما أننا طول الوقت أكثر أوقاتنا كلها في العمل الزملاء العمل اللي دايما يونه يتذمرون يتشكون ترى اليوم ما سوينا اليوم الكوفي ما كان حلو اليوم الاجتماع ما كان بسيطة وتكون أشياء عادية الواحد ما يعطيها أكبر من حجمها لكن في العمل سبحان الله الأشخاص تأثر على الواحد وتأثر أيضاً على زملاء أغفا كيف الواحد يتعامل مع هذه الأشياء السلبية؟ طبعاً ما تقدرين تقول لهم اسكتوا لا تقولوا شيء خلاص روحوا لا بالعكس نستقبلهم نسمع منهم ودائماً نعطيهم دفعة إيجابية أنزل ليش ما فكرتوا أنه ممكن مثلاً اليوم نوع القهوة كان متغير يمكن موديل يديد أو ماركة يديدة ليش مثلاً ما فسرتوا هذه الكلمة بطريقة إيجابية أخرى؟ نسمعهم لكن ما نوقفهم لأنه إذا وقفناهم هنا يتمدون زيادة ويعاندون أكثر بعد فالواحد لازم عنده شوية خبرة في أنه يتعامل مع كل الشخصيات ومع كل الأشخاص اللي يكونوا معاهم في مجال العمل بحيث أن هذه الطاقة السلبية ما تأثر عليه وتأثر على المحيطين إذا بني بنتكلم عن الشخص السلبي والطاقات السلبية اللي دائماً ينشرها مع الناس المحيطين فيه والناس المتعايش معهم كيف أيضاً نحن نطلع من هذه الطاقة السلبية؟ كيف نوعي أو كيف نعطي بعض الأشياء اللي كل ما نحس بشؤم أو حزن يبدلها بأشياء إيجابية؟ وبالتالي رح تتغير حياته وراح أيضاً بدل ما ينشر الطاقة السلبية بينشر طاقة إيجابية لو أطرح عليك هنا سؤال وأقول لك بين الإيهال في البيت في واحد منهم والشاي وكل يتشكب ويدمر من بقية الإيهال كيف تصرفه وياه؟ أول شيء علم أنه مبكل شيء استوى لازم يخبر ولازم يفتن على غيره هذا واحد أثنين أحياناً الغيره تخلي الأطفال يخبرون على بعض فهني تكون مسؤولية مسؤولية كبيرة على الأم في أنها تعاملهم كلهم بنفس المعاملة وبالتالي توقع هذه الطاقة السلبية رح تختفي أنا وجهة نظريتي أغلب الإيهال مفروض أن نعاملهم أن الشيء اللي قاعد يسوينا أصلاً غلط نوعيهم من صغرهم على هذا الشيء أن هذا التصرف أو هذا السلوك خاطئ ممكن أن يتمادى أكثر يوصل لسلوك شوي عدواني أكثر بعدين إذا حسناً كل اللي حوله ضده أحياناً الأم تمقل لهم الطاقة السلبية في البيت صح كل البيئة المحيطة فيهم أو ببعض الكلمات نحن نقول لهم الأم يعني تمر بالكثير من الضغوطات في العمل ممكن هذه الضغوطات تنتقل معها في البيت لكن يكون عندها مثل الكنترول على نفسها في أنها تفصل الأشياء السلبية والأشياء الإيجابية خاصة إذا كانت تتعامل مع الأطفال هذه المهارة مهمة عند الأمهات أنه يجب أن يفصلون ويوازنون بين الحياة أن أي شيء في الشغل يدور في الشغل والذي في البيت هي قصة حياة أخرى يجب أن يستمتعون فيها بكل أهمية طلعنا من الموضوع نزيل دعنا نرجع للموضوع فقلنا كيف ممكن نسيطر على هذين السلبيين نحن ممكن نعطيهم شوية نصائح شوية نعلمهم من أهم صغار نربيهم على أسس ومعتقدات شوية موجودة عندنا لكن الأشخاص الكبار لمعاناة زولاء في العمل نوجههم أنه مثلا مو بالدنيا كلها بشكل سلبي شوفوا الدنيا بشكل حلو ممكن فيه وائد أشياء حلوة أنتم ما قاعد تشوفونها ليش تنظرون من زاوية وحدها في زوايا أخرى دائما نظرة سلبية ونظرة أشياء ممكن تغطي مثل ما ذكرت على وائد أشياء حلوة تكون موجودة في الشخص لكن خلاص طاقة السلبية عمدت عن الأشياء الحلوة في حياته اتكلمنا عن الغيرة في العمل واتكلمنا عن الغيرة في الأسرة وبين الأطفال بالتحديد بنتكلم أيضا عن الطاقة السلبية تكمى بين الزوج والزوجة دائما يقولون أن الزوجة هي سبب الطاقة السلبية في البيت ودائما تتشكى ودائما تتدمر طبعا نحن ما نمشي على هذا المعتقد صحيح؟ ما نمشي نحن غير مؤمنين بهذا المعتقد منه سبب الطاقة السلبية برايش؟ يعني ما نقدر نقول لا هو الزوج ولا الزوجة ولا الأبناء بل هي مجموعة من الأشياء يعني يمكن أحداث صارت لها يمكن موقف مرت فيه أثر على نفسيتها فهني تحسد بالطاقة السلبية يمكن كل ما سمعتها من مكان أو مجرد مسج قراته في مكان خلاص ياها شعور التشاؤم فهذه الطاقة السلبية المفروض يعني الواحد بينه وبينه يحدون منها وإذا مثلا حرما كانت في بعض المشاعر السلبية هنا الزوج يحاول أن يغير الطاقة السلبية بطاقة إيجابية يعني الواحد يشد وواحد يرخي بحيث أن يتخلص من الطاقة السلبية في البيت يعني مثل ما ذكرنا لابد من بعض المشاعر السلبية بس الواحد ما يعطيها أكبر من حجمها نحن الآن عرفنا كيف ممكن نتعامل مع الشخص السلبي والشخصات السلبية اللي ممكن يكون تأثيرها كبيرة علينا لكن إذا بنتكلم عن الشخص السلبي نفسه كيف نوعي أنه يبتعد عن هذه المشاعر؟ في البداية هو كل شخص سلبي ما يعرف نفسه أنه هو سلبي يعتقدون نفسهم أنهما الشخصية المتكاملة فعلشان التوعيين لازم تعطينا إياه بطريقة غير مباشرة لأنه لو يأتينا بطريقة مباشرة ما راح يستعب بيعاند بيعاند ويقول هذا اللي تمهت تنصحينهم وإذا يأتي تطلعينهم من الأشياء السلبية اللي يحسون فيهم ما يقتنعون دائماً هم الصح والشخص الإيجابي هو الغلص ويحسون كل البيئة المحيطة خلالهم إذا ما كانوا محتوينهم كلهم ضد هذا الشخص وكل الناس سلبيين وكل الناس يتشائم ودائماً يحط حق نفسه في كل حل يحط له عقدة ودائماً يحس أنه وضعية الضحية أنه كل الناس ضدي لو تعفتني نيس والفون بيقول أنه هذه الناس يتكلمون عني يشك بنفسه فنحن هنا بندخل أيضاً في موضوع ثاني اللي هو الشخصية وضعف الشخصية وقلة الثقة بالنفس هذا كله يأدي من بداية أن كانت الزعزع في النفسية إلى أنه خلاص الثقة راحت في النفس تنعدم نهائياً ففي وايد أمور نحن ذكرنا في الحلقات السابقة الواحد يعني إذا انجبر أنه يتعامل مع الناس السلبيين والناس اللي دائماً في مشاعر حزن يعيشونها فالواحد يتعامل معهم بالاحتواء المادي والاحتواء المعنوي اللي ممكن تكون بداية أو نقطة تحول لهذه الشخصية نأخذ الحين بعض الأساليب إذا مثلاً الشخص السلبي مشي عليه هذا تغير طقته السلبية ممكن يسوي شيء هو يحبه ممكن يمارس الرياضة ممكن يقرأ الكتاب أيضاً يطلع من المزاج السلبي والطاقة السلبية في أشياء ثانية ممكن أيضاً ترفع عنده هرمون السعادة وبالتالي هذه الطاقة تتحول إلى شيء إيجابي؟ ممكن يمارس كل هذه الأشياء وممكن مجرد أن يخالط الناس الإيجابيين يتعدل بعد سلوكه شوي شوي بالتدريج إذا خالطهم لفترة معينة راح يتغير إلى سلوك إيجابي بس يكونون هذين الناس الإيجابيين اللي حولها داعمين له يأخذونه ويسحبونه ما ينسحبون وراء لأنه بسهولة بعد ممكن أن ننسحب كنت الحين بطرينة هذه الفئة يعني نحن نعرف أن الفئة السلبية موجودة في كل مكان والفئة الإيجابية أيضاً موجودة في كل مكان لكن المشكلة مطبئة في كيف نحن نطلع الناس السلبية من السلبية اللي هم فيها المشكلة إذا كان هذا الشخص إيجابي ونجر وراء الفئة السلبية ونضر منه ونصار من الطاقات السلبية صحيح كيف نرجع هذا الشخص للطاقة الإيجابية أولاً هذا الشخص الإيجابي اللي شوي شوي قاعد يتحول يعني كان قوة تأثير الشخص السلبي عليه جداً قوية نعم وهذا ما قدر يسيطر على الشخص الآخر فهنا راح شوي شوي انجر ويا وهو كان المفروض لما يشوف نفسه أنه في بداية خطواته شوي صار فيه زعزعة ثقة في النفس شوي انجر وراء قام يتشائم يراجع نفسه شوي ويروح يحيط نفسه بأشخاص يعني يدور لشلة يديدة إيجابيين أو يروح يقرأ في محتويات بعض الكتب كيف ممكن أنه يرجع ويعزز من طاقة أهوة الإيجابية اللي في نفسه ممكن أنه يسوي شوي من المهارات اللي ممكن يسويها اللي هو فن التأمل فن التأمل ويد يجذب الطاقة الإيجابية فن التأمل وفن المندالة اللي تكلمنا أيضاً عنه في حلقة من حلقاتنا اللي يواد تفرغ الطاقات السلبية والتوتر والدخل الواحد في جوه من السلام والهدوث الله يبعد عننا إن شاء الله كل الطاقات السلبية وتكون أيامنا وحياتنا كلها إيجابية كان موضوع صراحة ويد حلو أكيد لدينا أيضاً موضوع ويد حلو ووظيفة تدرياننا لكن الحين بنظهر نشوف مع مشاهدينا هذا التقرير نرجع بعده إن البشرة مرآة تعكس الصحة الداخلية فالأشخاص الذين ينعمون بما يكفي من ساعات النوم ويشربون القدر الكافي من الماء ويتجنبون الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية يتمتعون ببشرة أكثر صفاء من أولئك الذين يسرفون في المنبهات فمن تظهر عليهم آثار الإجهاد والتعب وشحوب الوجه يعانون من مشاكل صحية فكل منطقة من الوجه تعد مؤشراً لمشكلة صحية معينة البثور والعيوب على الجبين تظهر نتيجة للتعرق أو الشعر الدهني أو عدم مسح المكياج بالإضافة إلى أنها قد تتكون بفعل مشاكل في الجهاز الهضمي فيعتبر ذلك إذاراً بالجفاف تتأثر منطقة ما بين الحاجبين سلباً جراء تراكم السموم بالجسم بسبب تناول الأطعمة الدهنية لأن الزيوت التي تستخدم في طهي الطعام تؤدي إلى اختلال توازن المعدة موسيقى مرحبا بكم مشاهدينا من يدي تابعنا معاكم هذا التقرير وما زلنا مستمرين في همساتنا لليوم مشاهدينا ضيفتنا اليوم في همسات عندها الكثير من الطموح واللي ما لحدود وشقت طريقها وتميزت بالكثير من المجالات وأيضاً اكتسبت الكثير من المعارف حتى أنه أصبحت نموذج مشرف لبنات البلاد يسعدنا مشاهدينا في البداية رحب بضيفتنا المتميزة لستاذة سهيلة مبارك الوالي مستشارة للشباب مستشارة الله بالخير يا هلا فيتش معانا سهيلة مستشارة الله بالنور وسرورك الغالية حياة سهيلة نورتين نور نوركم يعني ما شاء الله سهيلة أنت من البنات اللي واحد يفتخر فيهم بنات اللي مارات عندتش ويد هوايات وتخصصت أيضاً في ويد مجالات كل مجال يعني أحسن وأفضل من المجال الثاني وكل مجال أيضاً عطيتي حقه وبذلتي فيه جهد كبير نحن قبل أن نتخصص ونتكلم عن مجالاتك والأشياء اللي دخلت فيها كنا أنا ومونيرة قبل هذا الفقر نتناقش في موضوع ويد حلو واللي هو الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية وكيف الأشخاص الإيجابية ما يتأثرون بالأشخاص السلبين فأكيد يعني مريتي بموأنك ما شاء الله يعني تتعاملين مع فئات كبيرة من الناس أكيد مريتي بناس شوي فيهم طاقة سلبية لكن ما قدروا يؤثرون فيك فكيف يكون الكنترول يعني لسوينا على شخصيتك وأنك ما تكتسبين هذه الطاقة السلبية أسمعهم لين النهاية ليهم ما يخلصون كلامهم وبعدين يعني أبدأ أعطيهم الطاقة الإيجابية يعني امتصي الطاقة السلبية وفرغيها بس لا تعطينهم الطاقة السلبية لأنهم دائما الشخص السلبي يبغي حد يسمع يبغي يفرغ طاقاته شوية وتوتر وضيجة اللي فيه فيفض فضل لبعض الأشخاص وبهذه الطريقة تنتشر الطاقة السلبية صحيح جميل الحيب ندخل في تخصصات الكثيرة التي تخصصت فيها سهيلة ونبتدي في أنه ما شاء الله حصل على البكالوريوس في تقنية المعلومات من كليات التقنية العليا بإمارة الشارجة وأيضا حصلتي على ماجستير في إدارة الأعمال في الجامعة الكندية يعني ما شاء الله كل تخصص يحتاج جهد ويحتاج تركيز من بين هذه التخصصات كيف كنتي توازنين بين التخصص الأول والتخصص الثاني كيف تعطيك الواحد حقه في بداية درس تقنية المعلومات لأنه كان شغف بالنسبة لي أني أنا أتعلم تقنية المعلومات والبرمجة ومنها الأمور وتطوير البرامج فيوم تخرجت من البكالوريوس سنة 2013 بالضب حسيت أن سهلة تقدر تعطي زيادة بس في مجال آخر فبما أنك كنت باحثة عن عمل في نفس الوقت فقلت خلني أني أنا أبدأ أدرس وأستغل هذه الفترة وهي الفترة الأربعة شهور أو ثلاثة شهور في الصيح أني أنا أدرس شيء بالعكس بديت قدمت وراقي وصرت وقبلت في الجامعة الكندية في دبي واخترت تخصص إدارة الأعمال فقلت خلأ أنوع بين التخصصات عشان يعطيني أنا بعد نظر اللي يصير في المستقبل في نفس الوقت أن أغذي معارف اللي أنا موجودة عندي يعني في الحياة فدخلت ودرست وفي نفس الوقت طلعت لي وظيفة الشهر العقبة بالضبط فحولت دراستي كلها مسائي وكنت أداوم في فترة صباحية فكنت أداوم من الصبح وأرد البيت 11 بالليل بس علشان أن أنا أتعلم فكانت يمكن أصعب سنتين في حياتي مرة ولأن كانت متعبة بس الحمد لله يوم تخرجت بدرجة الماجستير في إدارة الأعمال كنت جدا سعيدة ومستنسة سنة 2015 خصوصا أن خرجنا في هذه الفترة كانت تخرج جدا فريد من نوعه فكان الشعور لا يوصف أنت أنت أنجزت أنجاز وفترة وجيزة أيضا صحيح سنتين فترة وجيزة اللي هي سنتين قدرت أنت تتخصين بكتر من مجال وكنت تشتغلين سهيل يمكن ما تقدرين تكملين ماجستير شوي صعب توج متخرجة وهذه الأشخاص السلبيين وهذه الأشخاص السلبيين اللي يمتسطون الطاقة تحديتهم كلهم ويوم خلص قلت لهم تراها هي شهادة الماجستير أنا الحمد لله حصلتها بمجهودي والحمد لله استانست فيها وتنوعت التخصصات والأشياء اللي نعرفتها خلال فترة نزين نختي سهيلة نعرف أننا نتشل عديد من المشاركات في مجالس الشباب إذا نقول مبنى ماذا أطفت سهيلة لكن ماذا أطفى مجالس الشباب إلى سهيلة وشخصية من شخصيات في المجلس سواء المجالس المحلية المؤسسية أو حتى العالمية كان يضيف شيء لشخصية تسهيلة كل شخص فريد من نوعه كل شخص له شخصية مفردة ومن كل شخص تتعلمين بعض المهارات تتكسبيها شيء دينا وكلت كل شخص تعلم منه بالفعل مجال من مجالاتهم كنت دائما نسألهم كيف تسوين هالشيء نزين شو الشيء مثلا اللي نحن ممكننا نتعلمه وكنت تكتسب من كل شخص مهارة فالحمد الله يعني كمهارات اكتسبت منهم العديد من المهارات حتى لو مكنت تكتصصي ماشاء الله يعني هذا الحلو أن الواحد يتعامل مع فئة كبيرة من الناس وتكون ثقافة عامة ويكتسب فيها خبرات عامة من كل الفئات طبعا تتعاملين مع فئات عمرية صحيح مختلفة ومن ثقافات مختلفة فحلو أن تتعملين هذه الخبرات في كل مرة تتقابلين مع هذه الشباب أكيد يعني كان في مجال معين خاص بالاستشارات اللي دائما تستشيري أي يستشيرونش فيها الشباب عقلنا شوي نبذي عن هالمجالات هي كلمة مستشار ممكن شوي تكون وايد كبيرة فكنت أقولهم اعتبروني مثل الشخص اللي أنتوا بتفرغون فيه وتبغون بس أنا أسمعكم وأعطيكم نصيحتي من باب تجربتي في الحياة فكنت دوما أقولهم قولوا لي شو اللي تبغونه وأنا بخبركم من تجربتي لأن دائما أقول حق الشباب يتبعوني أنا مابغيكم تغلطون نفس الأغلاط اللي أنا غلطتها وأبغي أقصر لكم المسافة يعني إذا كان الشيء خذ مني أنا شهرين أو ثلاثة شهور عشان أنا أتعلمه وأنا أعرفه الجوابه فأنا أبغي أعطيكم يوم أو يومين بس علشان أنتوا تسعون أحسن مني فتعطينهم أهم النقاط اللي ممكن أو المشاكل اللي طحت فيها بحيث أنهم يطيحون يتعدون هذه المشاكل ويختصرون منها الوقت ويختصرون أيضا الجهد الكبير هنا مندي سؤال مثلا إذا حد واجه نفس الموقف اللي أنت مريت فيه لكن ظروفة مختلفة هل معقولة نفس التجربة اللي مريت فيها هو بينجح فيها؟ أنا أقولها من تجربتي وأقولها شو الأشياء اللي هو لازم يسويها وأدرست كيف ظروفة اللي هو مر فيها وأقولها ترح تمال يأخذ الموضوع منك أطول من الموضوع يعني أو أكثر هذا بس أنك أنت تركز في طريقة الحل الموضوع لا تركز في الأمور الثانية لأنه في الناس يوم على عوامل مختلفة لأن الواحد يوم يطيح مثلا في ظرف معاويئين أو يكون فيه نقطة يمكن سلبية في حياته يليس يفكر فيها وايد ويتعب أكثر وتشتت أكثر ويتشتت فإن الواحد يفكر من منظور ثاني أو أنا ديوم أقولهم ترى أقولهم أنا مش أحسن منكم أنا مريت في وايد أشياء يمكن صعبة فيقولون زي حتى الشخص اللي يوصل لمنصب أو لجهد معين يكون عنده صعوبات في حياته فأقولهم أكيد نحن مرينا في العديد من الصعوبات عشان تين نحن وصلنا فيوم يسمعون هالكلام وايد يرتاحون أكيد يعني ما شاء الله نحن التمسنا من كلام سهيل أن أنت إنسانة وايد متواضعة وعندت وايد أشياء حلو في شخصيتك إنسانة وايد قيادية والشيء الحلو أن الأشخاص اللي يلجؤون اللي تعلمينهم أنهم يكونون قياديين أول شيء يكونون متواضعين في حياتهم فكيف تأهلينهم أكيد في بعض النقاط أو بعض المفاتيح والخطوات التي تعطينهم إياها بحيث أنهم يكونون قياديين ومتواضعين في حياتهم أدرس شخصيتهم لأن كل شخصية تكون فريدة بحد ذاتها عن الشخصية الثانية بعدين أبدأ أقولهم إذا نحن اليوم مثلا يمكن أن أكون طوائي يمكن أن أكون خجولة فأقولهم برح نبدأ لعبة ويتحلوة في الحياة لعبة التمثيل خلونا نمثل اليوم أن نحن لعبة التمثيل لعبة التمثيل أن نحن اليوم مثلا أكون جريئة بس أنا سأمثل بس أنا في داخلي أكون يمكن خايفة يمكن خايفة من الموقف يمكن أرجع يتقمص الشخصية قوية يتقمص الشخصية وفي نفس الوقت الطرف الثاني لا يعرف أنه أصنخايف فبيتحسب أنه صدق في موقف جدي ويتكلم بصورة وعندك ريزمة وعندك رزمة في خلاص أتوقع من الأساليب الذكية الممكن الواحد يتبعها مع مجموعة من الناس يوصل لهم الرسالة والفكرة حتى في الاجتماعات يعني في الاجتماعات الدوام أو الاجتماعات الخارجية أتبع أسلوب التمثيل ساعات يعني ساعات يمكن الموقف يحتاج إلى الشد بس أنك مثل أنك معصبة أقولهم تدريت مثليني يعني إذا كنت معصبة مثلين أنك فرحانة أسواد يعني صعب الشي مهارة يمكن بالتدريب بالاستمرار خلاص تعرفين مثل أنك مستانسة مثل أنك زعلانة مثلي ومثلي فحلو يعني ساعات نكون مثلا في السيارة ويايين من البيت تعباني بس أول ما أوصل الدوام على طول أبتسم وأدخل المكتب تغير المزاج على طاري الدوام دامنش تكلمتي عن الدوام والعمل خلينا نقول لو نقول عن الاحتراق الوظيفي كيف تساعدين في بقية زملاء أتش اللي مروا بهذه الوضعية أو بالاحتراق الوظيفي بما يختصى الاحتراق الوظيفي هي أصلا حالة نفسية مر فيها الشخص في الدوام بسبب الروتين اليومي يمكن خلاص ضغط نفسي على ضغط على ضغط في الشغل الواحد بينفجر في الدوام فيحس أنه لازم يغير أو لازم يكسر الروتين أنا مريت بالعديد من المراحل الضغط النفسي على مسار حياتي فدائما كنت كل ما أوصل لضغط نفسي أغير أغير من حياتي أغير من أسلوب حياتي أغير من أشياء بسيطة في الحياة كانت تعطيني دافع إيجابي أني أنا أعطي وأبذل أصلا نزيل نرجع لنقطة الرئيسية والسبب الرئيسي اللي هو الروتين الروتين اللي تم على نمط معين أو الروتين واحد واسلوب حياة واحد أكيد رح يدخل في الملال والاحتراق الوظيفي يغير القسم يغير التخصص يغير المجال أحيانا إذا ما يقدر يغير القسم أو يغير هذه الأشياء الكبيرة ممكن يغير مكتبها يغير الأشياء يخطع المكتب صح يقولون نحن الآن غيروا زملاكم يقولون غيروا زملاكم بس بعد صعب أنه يغير مكانك وروح وتعال معنا ويتقبلهم لكن يغير الأشياء الموجودة على مكتب نعم فالواحد يحاول يقدر أنه يغير نفسيته يغير طاقته في المكان خاصة إذا كان محكور في زاوية معينة في شغلة وفي مكتب صغير في بعض الأشياء إذا عملها أكيد رح تعطي طاقة إيجابية وأيضا تقدرين تأثرين فيهم وتأثرين عليهم ولقبتي أيضا بلقب قلب الشباب النابض يمكن صحيح خبريني عن هذا اللقب وأكيد لا تأثير كبير عليك كنت من ضمن فريق عمل حلقات شبابية نعم من 2016 إلى 2020 شهر واحد فالجهود اللي أنا بذلتها في هالفريق فاجئوني يوم من الأيام وسووا لي كيكة وحطوا فيها صورتي وكتبوا تحت قلب الشباب النابض عليها فهم عطوني اللقب من المؤسسة التحادية للشباب وكتبوا وكتبوا فخورة بهاليوم وهم ما قالوا لهم قالوا سهلة تعالي عندك اجتماع فيوم صرت وقرص شفت الكيكة فانصدمت كيف كانت ردت فعلت كنت ما عرفش عن شو أقول شو أسوي بس أن قعدت شوية صحت دمعتين وقلت لهم بعدين نواية شكال هذه دموع الفرح هذه دموع الفرح لو نقول قصة كفاحة أحديات عديدة كانت يمكن الناس تعرف أن سهلة داوم في دبي بس هي مش ساكنة دبي فهي تطلع كل يوم مشوار ساعة لما توصل لدوامها وغير هذه الأشياء الشغل الثاني الذي عندي تطلب مني ساعاتي أني أكون في إمارة بوضبي وفي إمارة أمو القيوين أو حتى في إمارة راصل خيمة فتنقل بين الإمارات ذاته من الصعوبات لكن ما شاء الله عليك بالإرادة والعزيمة تحاولين قد ما تقدرين هذه الصعوبات ما تأثر عليك أنا الحمد لله ما تأثر علي وإذا مثلا على الأشياء الثانية عقولتهم خلي سيارة بيتك فيها كل الأشياء فيها اللاب توب وما تدوام فيها الأشياء التي تحتينها فمثل ما تكون مثل قصة كفاح من تطلعين من البيت لما تردين على نهاية اليوم الله يقويك إن شاء الله يعني ما شاء الله تنوعت المجالات والتخصصات كل مجال أصعب من الثاني لكن الطاقة الإيجابية والعزيمة والإرادة اللي فيها ما تخليتش تحسين بأي صعوبات وبأي مشاكل نحن تكلمنا عن مجال الاستشارة وتكلمنا أيضا عن التدريب ما تكلمنا لا بعدنا ما تكلمنا بنتكلمنا نسألها عن التدريب هذا المجال أيضا تطرحين فيه الكثير من الدورات خبرين على أكثر في مجال التدريب دائما أي لسوية الشخص وأحب أي لسوية الشخص بمفردة عشان أعرف أنا شو هي الأشياء اللي هو محتاجها وشو الأشياء اللي ممكن أساعد فيها يد فترة من الفترات كانوا الشباب أول ما يتخرجون من الجامعة أو حتى من الثانوية العامة كانوا يسألوني سهلة كيف ممكن أن نحن نعدل السيرة الذاتية ونخليها أن الشخص أول ما يمسكها يقراها بتمعهم لأننا نحن تعرفين الواحد قسم الموارد البشرية في أي من المؤسسات أول شيء خللنا نعتمد أننا نحن نحط ألوان في السي في تجذب دائما نستخدم الأسود والأبيض طريقة السي في تكون مميزة بخلال أنت أنت تحطين الكونتاكت ديتيلز أو كل أرقام التواصل على طرف واحد ثاني نحط صورنا في السي في بعد بيجذب الشخص الثاني ونحط إنجازاتنا المهمة اللي نحن ممكن وقدم أقولهم السي في الشخص اللي عنده خبرة في الحياة أو من داوم قبل فلست أعد لهم أشياء في النهائي يعني يوني عقوا بفترة وقالي سهيلة وائد مشكور أننا نقبلنا في الوظيفة إذا بنتكلم عن الداعم واللي دائما نواقف معاك من هو اللي يدعم سهيلة دائما أكيد أهلي الله يحفظهم أكيد بالفعل أمي وأبوي وخواني وخواتي هم الداعم الأول اللي في أي مسيرة يعني أبا أسويها يكونون هم في المقدمة دائما يعني فنحن صراحة نتمنى لك التوفيج اسهيلة يعني من البنات الإماراتيات لأننا نحن دائما نفتخر فيهم واللي دائما يعني يكون عندهم الشغف الكبير والطموح في أنهم ما يوقفون عند نقطة معينة فكل التوفيج إن شاء الله في كل المجالات الله يحفظكم إن شاء الله مشكورين شكرا لك يا سهيلة الله يحفظكم شكرا لك يا سهيلة وإن شاء الله تكونين أنت نقطة إلهام لكل بنات البلاد إن شاء الله أتمنى طبعا من بعد هذه الشخصية المتميزة منيرة لأسف نحن وصلنا لختام همساتنا اليوم فإن شاء الله مشاهدينا دائما في الختام نقولكم عندما تكون على حق تستطيع أن تتحكم في إعصابك أما إذا كنت مخطئا فلن تجد غير الكلام الجارح لتفرض رأيك على الآخرين ونكون مشاهدينا وصلنا معكم لختام همساتنا اليوم ونشوفكم إن شاء الله بهم سيدي دي الأسبوع القادم ومع السلامة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة